موسيقى حياكم الله مجددا في أهلاء الجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد من عمان إلى الشقيقة الإمارات العربية المتحدة تحدثنا هنا في الأمس عن الجولة الخليجية تحدثنا عن تفاصيل الجولة الخليجية في عمان والاستقبال العماني الجميل والاتفاقيات التي وقعت اليوم وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات العربية المتحدة وإذا أبو ضبي أمدت كفها لبى لها قلب الرياض وقام شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورا استراتيجيا في إطار رؤيتهم المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقة التعاون التاريخية في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك وتعد الشراكة السعودية الإماراتية نموذجا رائدا ومتميزا على المستويين الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر اقتصادين عربيين ومن خلال عملهم المشترك المتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية تسهمان في دفع مسيرة التنمية بالمنطقة نحو آفاق جديدة ومستمرة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل أربع سنوات ووفقا لإحصاءات 2020 تعد المملكة العربية السعودية الشريكة التجارية الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية والثالث على المستوى العالمي ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر لعام 2021 وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في السعودية للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع واستكمال الحديث عن الجولة الخليجية وتحديدا الملف السعودي الإماراتي سعوديني أن يكون معي هنا في الاستوديو الدكتور عبدالله الأساف وهو أستاذ الإعلام السياسي والمحلل السياسي المعروف دكتور عبدالله حياك الله معنا في أهلا أهلا وسهلا حياك الله مفرح وحيا الله مشاهدي يا هلا وروتانا أهلا بك قبل الحديث عن العلاقات السعودية الإماراتية دعني أخذ قراءة موجزة منك عن الجولة الخليجية لولي العهد وما تحقق من اتفاقيات وقعت في عمان بالأمس أنا أعتقد أن هذه الجولة هي خطوة استباقية من لدى سمو ولي العهد استباقية لماذا؟ استباقية للقمة الاعتيادية التي ستعقد خلال إن شاء الله الفترة القريبة القادمة في الرياض تنسيق المواقف، ترتيب الأدوار أمر في غاية الأهمية أنا في اعتقادي مرة أخرى أن هناك حلم وهذا الحلم ربما يتحقق على يدين سمو الأمير محمد بن سلمان ولا علي أتحدث آن في تناير الحلقة عندما أتحدث عن الزيارة إلى دولة الإمارات نعتقد أنه اليوم نحن في حاجة مهمة إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل هناك الكثير من الظروف والمتغيرات الاستراتيجية والجيو السياسية أيضا التي تفرض على دول الخليج تحديدا أن تغير من سياساتها خلال الفترة القادمة وتعاملاتها سواء التعامل البيني أو التعامل مع المحيط الإقليمي اليوم وصل الأمير محمد إلى الإمارات العلاقات السعودية الإماراتية كما هي واضحة للعيان يعني بكل قوتها، بكل متانتها، الزيارات المتبادلة ما أبرز الملفات المتوقع أن تطرح بين الجانبين السعودي والإماراتي في هذه الزيارة؟ ربما لا تختلف كثيرا عن ما طرح في عمان سيطغى عليها مرة أخرى إعادة هندسة مجلس التعاون من المهم إعادة هندسة مجلس التعاون ولذلك اليوم لما نتحدث أو أنا ربما استعرضت بعض الصحف سواء في عمان أو في الإمارات أو في الخليج بشكل عام كانوا يتحدثون عن سمو الأمير محمد مرحبا بصانع التغيير ربما كانت هذه العبارة هي الأكثر استخداما أو ترديدا لماذا هذا الترحيب وهذا الاحتفاء بشخص سمو الأمير محمد؟ لأن هذا القائد الملهم يحمل حلم ونحن لما نتكلم عن حلم يعني رؤية هذه رؤية هي رؤية العمل الجماعي المشترك وذلك يجب أن نتذكر كلام الأمير محمد في مبادرة الاقتصاد لما كانت هنا منتدى الاقتصاد قال هذه المنطقة هي الشرق الأوسط الجديد بالمناسبة سمو الأمير محمد ما قال المملكة العربية السعودية هو قال هذه المنطقة ولذلك هو يحلم بتشكيل حلم جماعي خليجي وفقا للمكونات الخليجية الكثيرة ولذلك نحن مرة أخرى نتطلع ونطمح إلى أنه يحقق حلم الأباء المؤسسين رحمهم الله الذي نصاغ الدباجة الأولى لمجلس التعاون في أبو ظبي عام 1981 بأنه ينتقل بعد فترة من الزمان من التعاون إلى التكامل اليوم جاء وقت التكامل التكامل تقصد به الاتحاد أنه يصير الاتحاد ما قبل الاتحاد ما قبل الاتحاد اشرحني فكرة إعادة الهندسة التي تقولها ممتاز اليوم سأكون أكثر صراحة حدث ما حدث خلال الفترة الماضية من خلافات أو اختلافات في وجهات النظر في مجلس التعاون ربما رقص الأخي بعض البعض عليها طربا طمعا في أنه يرقص على أنقاض مجلس التعاون لكن الحمد لله المجلس ظل صامدا خادم الحرمين الشريفين في الجلسة السادسة والثلاثين قال كلمته المشهورة قال هذا المجلس وجد ليبقى وليكون أقوى نحن نتطلع اليوم لأن يكون هو المظلة اليوم في كثير من المتغيرات تنفرح اليوم أمريكا انعطفت شرقا بحثا عن مصالحها اليوم هناك اتفاق نووي جديد يطبخ يجب أن يكون لنا مقعد مرة أخرى أيضا إيران وتغولها في المنطقة الملف في السوري الملف في اليمن ما يحدث في السودان ما يحدث في العراق ما يحدث في لبنان مرة أخرى يجب أن نستق المواقف قبل أن نستق المواقف يجب أن نعيد هندسة البيت الخليجي من الداخل حتى لا تتكرر ما حدث خلال الفترة الماضية إعادة مبادئ حسن الجوار الداخلية أولا كيف نتعامل فيما بيننا كيف نحرص على أمن واستقرار بعضنا كيف نرمم العلاقات الخليجية وننتقل بها إلى مرحلة أخرى نتكامل سياسيا اقتصاديا ألا يغرد أحدنا خارج السرب الخليجي أن تكون رؤانا متوافقة أن نتقاسم رؤية مشتركة حيال الخطر الذي يتهدد المنطقة هذا من ناحية لأنه نحن في مركب واحد لا يمكن تغرق دولة وتسلم الأخرى هذا واحد أيضا لدينا ثروات اقتصادية يجب أن تستثمر الأمير محمد في ما فعله اليوم طريق الحرير السعودي العماني هذا واحد من الطرق المهمة الذي لن يكون مثلا خيره على عمان والسعودية بل على دول الخليج مرة أخرى لدينا مع الإمارات ومع قطر ومع غيرهم من هذه الدول الكثير من الفرص في الاقتصاد في التعليم في السياحة وفي الأمن وفي المواقف السياسية لا يمكن أن ينأم هذه المنطقة بالاستقرار ما لن تكون رؤانا واحدة حتى لا ينفذ من خلالها الآخرون لتحقيق مآربهم والطمع في مجلس التعاون وفي ثرواته طيب هذه الزيارة على هذه الدول أيضا إلى أي مدى ستحقق هذا التكامل الذي تتحدث عنه أو الانتخال إلى هذه المرحلة من التكامل هذا جيد أولا سمو الأمير محمد الله أحفظه انتقل إلى عمان وجلالة السلطان هو مهندس رؤية عمان 2040 والأمير محمد هو أراب رؤيتنا 2030 أيضا الأمير محمد انتقل إلى الإمارات والتقى بسمو الشيخ محمد بن زايد وإذا التقى المحمدان فلا تسألني عن ما يحدث هذا بيت شعر يجب أن تكمله من عندك فما يحدث من تكامل في الرؤى وتطابق في المواقف ثم الأمير اليوم الشيخ نواف أصبح عهد إليه بإدارة كثير من ملفات الدولة في الكويت والأمير نواف والأمير محمد تجمعه علاقة خاصة والأمير نواف كان هو وزيرا للداخلية ولديه رؤاها الأمنية داخل الكويت التي ربما تعمم على المنطقة أيضا في البحرين وملكة البحرين اليوم لديها تطلعات ورؤية اقتصادية جديدة يجب أن ننظر إليها قطر وما أدرك ما قطر ومن خلال استضافتها اليوم هذا أمر مهم لكأس العالم إن شاء الله وانفتاحها على العالم وحركتها ورشقتها منفدا لدول الخليج في التعامل مع الآخرين جميل اليوم دكتور المختصون السياسيون يعرفون جيدا كل المضامين السياسية لكن إذا أردنا أن نتوجه للمشاهد العادي اللي يشوف يا هل اليوم بناء على شريحة متابعي البرنامج كيف تشرح له أهمية توقيع كل هذه الاتفاقات سياسيا ما هو الانعكاس السياسي الذي تحققه طبعا هذه الاتفاقات هي عبارة عن تعاهدات تعاهدات في الجانب السياسي في الجانب الأمني في الجانب الاقتصادي هي نوع من أنواع الالتزام أنا ألتزم معك في هذا المبدأ أنت تستفيد من خبراتي أنت تستفيد من إمكانياتي وأنا أستفيد من إمكانياتك لكن عائد هذه الإمكانيات ترى كانت عائد فقط اقتصادي ولا سياسي أمني اجتماعي تعليمي أنا أتوقع أنه ستتمخذ هذه الزيارة عن مخرج خليجي يجمع دول الخليج هل هناك جامعة خليجية هل هناك مختبر خليجي أو مستشفى خليجي أو مركز أبحاث لأن العقد القادم مفرح ربما يكون عقد الأوبئة التي لن تخرج ونخرج منها العالم فنحن بحاجة إلى مركز خليجي هو بمثابة درع الخليج الذي يحمي بإذن الله الخليج لدينا من القدرات العقلية في جميع دول الخليج الذين حازوا على جوائز عالمية ولديهم من الابتكارات القادرين على ابتكار علاج لهذه الأوبئة دون أن يقفل الآخرون حدودهم أمام إنتاجهم الطبي حتى فعلا لا نتضرر ولا نكون بحاجة للآخرين طيب اليوم بلا شك دكتور أن المنطقة أتحدث عن الخليج يعني تعيش في وسط يعني حوله كثير من الصراعات أنت ذكرت في بعضها سوريا لبنان العراق اليمن غيرها يعني كيف يمكن للخليج اليوم من خلال هذا التكامل هذا التوافق هذا التلاقي أن يحلوا هذه الملفات أو المتوقع فيما يخصها أولا كما يقال هو يقال الخليج هو حديقة غنى وسط حريقة من الشرق ومن الغرب ومن كل مكان لا يمكن أن تعيش مفرح آمن مطمئن وبيت جارك يحترق لا بد أن تساعد هذا الجار في أطفاء هذه الحريقة لا نكفي أن نعلي الأسوار ونقول نحن محصنين هذا أولا السعودية اليوم هي الرائد والقائد عربيا وإسلاميا بلا منازع وهي خادمة الحرمين وهي القائد اليوم كما توصف السعودية بأنها أحد أقطاب جناح الأمن العربي هي السعودية اليوم التي دائما ما تنافع عن القضايا العربية وأنا سميته النادي السعودي في أحد كتاباتي وقفت مع سوريا وقفت مع العراق وقفت مع جميع الدول وربما وقفة سريعة مفرح لو سمح لي أجل السعودية فقط خلال 33 عام حمت خمسة دول من الانقراض عربية اتفاق الطائف ثم عام تسعين الكويت ثم عام 2011 ما فعلته مع مملكة البحرين ثم الوقوف مع مصر ثم تشكيل التحالف العربي لحماية اليمن جميل طيب الآن فيما يخص زيارة الإمارات تحديدا الأمور الاجتماعية الموجودة بين السعودية والإمارات واضحة للجميع ويمكن الاحتفال الأخير باليوم الوطني الإماراتي من قبل السعودي واضح والعكس اقتصاديا كيف تصف العلاقة السعودية الإماراتية مرة أخرى إذا أتحدث من جانب عاطفي فأنا أقول العلاقة بين الأخوة لا تقدر بثمن ولكن اليوم الاقتصاد هو أحد القاطرات التي تحرك السياسة وتوجهها اليوم لدينا تبادل تجاري لدينا مجلس تنسيق سعودي إماراتي ويتميز هذا المجلس بأنه اخطط له خطا ونهجا يختلف عن جميع المؤسسات التي بين الدول بعيدا عن البيروقراطية يرأسه قطبي البلدين الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد وبالتالي ستذاب كثير من الحواجز والعقبات التي تعطل المشروعات ستين مشروع تم الاتفاق عليها الكثير من المبادرات ما يخص الشباب ما يخص التقنية ما يخص الأمور العسكرية ما يخص مخرجات التعليم والصحة والفضاء وغيرها أنا أعتقد أن نحن والإمارات موعودون بنقلة اقتصادية كبيرة جدا ربما الناتج الاقتصادي لا يرقى إلى طموحات قادة البلدين لكن مع هذه الاتفاقيات ومع تسهيل التبادل التجاري ربما ترتقي بإذن الله وتحقق المأمول بما أنه تحدث عن المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي ماذا عن المجلس السعودي التنسيقي المجلس العماني السعودي أيضا هو لا يقل عن هذا المجلس في أولى مراحله وإن كان وقع على بعض المبادرات خلال هذه الزيارة وخلال الفترة الماضية أنا أعتقد أنه سينتقل إلى مرحلة أرحب خصوصا وجود طريق الحريب بإذن الله ستزهر على جانبي الكثير من المدن الاقتصادية والمشاريع التنموية طيب اليوم دكتور إذا أخذنا الخليج كتلة واحدة أو وطن واحد ما أبرز التحديات التي تواجه الخليج إجمالا ليست دولة عن دولة تواجه الخليج احترم الدول المنفردة قدر احترامه للدول المجتمعة اتحاد خليجي أنت تتحكم بتقريبا 20% من الطاقة في العالم أنت في قلب العالم اليوم أنت في قلب العالم بحريا وبريا إذا مرض هذا القلب تعطل العالم إذا عوفي هذا القلب وأصبح نشيطا وعافى لا شك أنه لقاء العالم سيتعافى هذه ميزة نسبية مهمة جدا لدينا أيضا كلمتنا أن تكون كلمتنا واحدة تجاه الكثير من الملفات نحن اليوم رؤانا واحدة يجب أن تتطابق لا تطابق في السياسة لكن في مثل الاتحاد الخليجي يجب أن تتطابق رؤانا لأنه نحن مصالحنا واحدة مصائرنا مشتركة شئنا أم أبينا الجميع المشتركات كثيرة سواء في على أنظمة الحكم النظام الاجتماعي النظام الديني النظام السياسي والاقتصادي إذن نحن هذا ليس خيار هذا ضرورة بالمناسبة أن تتحد رؤانا من أكبر التحديات أنه أنت لك رؤية وأنا رؤية ونحن أبناء رجل واحد أبناء بيت واحد نحن متفرقين لكن يجب أن نتحد في هذه السدة الدول حتى يحترمنا العالم أكثر مما يحترم كل دولة لوحدها أن يكون لدينا وزيرا واحدا مفوضا بالشؤون الخارجية والشؤون الاقتصادية يتحدث مع الاتحاد الأوروبي ويتحدث مع الجميع ويتحدث باسم الجميع جميع سأخذك من جانب الإعلام أنت أستاذ في الإعلام السياسي اليوم الصورة الذهنية عن الخليج كدول أو عن المواطن الخليجي كيف يمكن أن نرسمها لدى الآخر وحين أقول الآخر أقصد الغرب بالتحديد أمريكا وأوروبا وحتى شرق عسي الغرب استضاع أنه يرسم صورة ذهنية بكل أمانة سيئة جدا عن الخليج وكان يصفنا بأوصاف غير جيدة سواء بصحفة أو غيرها اليوم لدينا السينما ونحن في المملكة العربية السعودية اليوم الإنتاج السينماعي أنا أعتقد أنه مهم جدا في أنه نفتح هذا الباب وهذا المجال في إنتاج عمل خليجي مشترك أيضا السعودية فتحت أبوابها الاستياحة وسيران الآخرون بعد أن كانوا يروا ويسمعوا أنه يرون اليوم مباشرة من طرف ثالث محايد اليوم المناسبات الرياضية وبأمس اختتم في جدة أيضا أصبح العالم هو يرانا عن كثب هو ينقل للعالم من خلال جوالاته ومن خلال رأيتها المباشرة لا من خلال إعلامة لكن علينا أن نكثث مثل هذه الأمور تنوع مناخي واجتماعي وثقافي كبير جدا يجب فعلا العالم أن يرانا كما هو أيضا بالمناسبة القطر لديها تظاهر رياضية عالمية يجب أن تستثمر من أجل الخليج عامة جميل تسمح لي دكتور أخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا بعد هذا الفاصل مكملين معكم ومع الدكتور عبدالله عساب عن الجولة الخليجية لسمه ولي العد وتحديدا وصوله إلى دولة الإمارة العربية المتحدة حياكم الله مجددا في أهلا تحدث مع أستاذ الإعلام السياسي والمحلل السياسي المعروف الدكتور عبدالله العساف عن الجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الذي كان في عمان بالأمس واليوم وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رح فيك مجددا دكتور دكتور فيه مظهر اجتماعي يعني لا يخفى على الكل الاحتفال شعبي اللي نشاهده طبعا الاحتفال الرسمي عظيم وجميل وواضح لكن هناك احتفال شعبي شفنا في استقبال الأمير محمد من قبل العمانيين في مواقع التواصل حتى على أرض الواقع الفيديوهات اللي انتشرت وطلعت وأيزوا منه سيتكرر في بقية الدول وش تعليقك على هذا؟ تعليقي ربونا ذكرت شيء من هذا في البداية لكن الحقيقة الأخوة العمانيون حملونا جميل كبير جدا بهذا الاحتفال الغير مستغرب الحقيقة من شخصيات كريمة منهم في وسالة التواصل الاجتماعي وأصبح الحقيقة دائما هذا الشخص ماذا يتحدث على الأمير محمد كيف يرى زيارة الأمير محمد هناك انبهار بشخصية هذا القائد الذي أتى على وقت في الوقت المناسب كما يقال يحتاجه الخليج الخليج يحتاجه الخليج يتطلع إلى مثل هذا القائد الملهم الذي مرة أخرى ربما أنا كتبت مقال في صحيفة مكة اليوم مجلس التعاون الخليجي في حلية الجديدة أنا أعتقد أن هذه الزيارة وإن كانت الاجتماع يكون ائتيادي لكن ستخرج بنتائج غير ائتيادي هذه النتائج نحن شعوب دول الخليج نؤمن منها الكثير أنا حدثت بالبداية أن هذا صانع التغيير وأنه يملك حلم الحلم لا يقتصر فيه على المملكة بل هو حلم نشترك فيه إحنا وأخواننا أهل الخليج من يود الخير لي ألا يتطلب هذا مني أن أحب هذا الرجل ألا أن ينبهر بشخصيته حقيقي بالمناسبة حتى أخرج عن الموضوع وأنا أقوله والله صادق ليس فقط الشعب الخليجي رأينا انبهار سواء حتى من الدول العربية أو من بعض الشخصيات الغربية التي انبهرت بهذا الرجل الذي فعلا غير وجه المملكة العربية السعودية أصبح له حضورها العالمي أصبحت المملكة العربية السعودية سياستها الخارجية سياسة ديناميكية في السابق ربما كنا نعتمد على النفس الطوين والصبر لكنه كان يتوافق مع تلك المرحلة أما المرحلة الحالية فنعتقد أن انتقلنا إلى مرحلة هي المرحلة التي يجب أن تبارس فيها السياسة السعودية الرشاقة الخفة المبادرة وبذلك الأمير محمد كان مبادر في كثير من المواقف ولعلي تحدثت مرة أخرى عن عاصفة الحزم عاصفة الحزم هذه لو لم تشكل في وقتها المناسب أو تأخرنا قليلا ربما لرأينا الكثير من المآسي اليوم لا ترى مشردين من اليمن لا ترى مشاكل من اليمن اليمن إن شاء الله أمرهم محلول بإذن الله مركز الملك سلمان جزء كبير من عمله يتوجه إلى الداخل اليمني معاناة الإنسان اليمني عملت كأنها سعودي تولي المملكة عمله كما يعامل السعودي الأمير محمد لديه هذه الرؤية الطموحة هذه الرؤية الطموحة لا تقتصر مخرجاتها على السعودية بل مع دول الخليج سنشاهد غدا إن شاء الله في الإمارات وفي الكويت وفي قطر هناك احتفاء كما تفضلت حضرتك الرسمي مشاهد وملموس لكن أنا أعتقد القلوب هذه لا يمكن أحد أن يفرض عليها أن تفعل هي تخرج المكنون الذي في داخلها جميل اليوم على الصعيد السياسي دكتور لكل دولة من دول الخليج خطتها واستراتيجيتها ورؤيتها القادمة يعني شاهدنا هذا في أكثر من دولة خطة لخمسين عام قادمة خطة لعشر سنوات لعشرين سنة وغيرها بلا شك أنه ستكون هناك وجهات نظر ورؤى متعددة تخص كل دولة كيف نستطيع وكيف تستطيع العلاقات السياسية بين القادة أن تراعي هذا التنوع في الرؤى وفي وجهات النظر بحيث يبقى تبقى فكرة التكامل الخليجي دون أي تعارض مثلا أو دون أي تصادم مستقبلي لقدر الله هذا أنا أعتقد أنه ليس عائق أبدا متى ما اتفقت واتحدت القلوب أنا أعتقد أنه سهل جدا لكل دولة مزاياها الخاصة والمزايا النسبية التي هي تتعامل فيها أو كما يقال الخصوصية السعودية الكويتية القطرية هذه ستراعى لكن لدينا مواقف مشتركة في الأمن أعتقد أنه الأمن سيكون واحد ما يحفظ أمني هو ما يحفظ أمنك وما يحفظ أمن الآخرين المواقف السياسية يجب أن لا يشد موقف عن موقف لأنه ستكون هناك فراغات يستغل لها الآخرون أنا أعتقد أنه الأربعين عاما الماضية أعطتنا تجربة مهمة جدا مجلس التعاون أصبح لديه خبرة ترية جدا خلال السنوات الماضية كيف يتعامل كيف يعالج مشاكله الداخلية كيف يعالج رؤاك تنسيق المواقف هذا لا يعني أنه تطغى خصوصية على خصوصية هناك مواقف مشتركة كما يقال عندما يخط خطا واحدا نحن نسير عليه لكن لكل واحد داخل هذا البيت تفاصيله نحن نعيش في مجمع واحد لكن تفاصيلك ألوانك الداخلية النوافذ الستائر كل شيء أنت تصنعه بنفسك لكن الحماية الخارجية هي حماية واحدة الثيمة الخارجي هو واحد لنا كلنا وبالتالي يجب أن لا يخرج عن هذا التصور هذا سياسيا وحتى اجتماعيا دكتور القرب الخليجي ليس قرب جغرافي فقط يعني اجتماعيا نحن لدينا مشتركات كثيرة جدا على مستوى العادات التقاليد اللبس التفاهم الفكر الثقافة كيف يمكن استثمار هذه المشتركات في إبراز هوية خليجية جيدة إلى الآخر أيضا هذا جيد نفرح وهذا ربما مثل ما حضرتك ذكرت قبل قليل الآخرين بالمناسبة هم يقولوا يرون خليجي لا يعرف أنه هذا سعودي ولا إماراتي ولا كويتي ولا قطري يقولك خليجي ولذلك هذه المشتركات يجب أن تعزز تعزز عن طريق الإعلام عن طريق التعليم عن طريق هذه المجالس اللي اليوم أسست المشتركات هناك مجالس للشباب كيف نعزز هذه الثقافة كيف نحافظ على هوية خليجية مشتركة يجب فعلا الأمير فيصل الله يرحمه فيصل بن فهد في سنوات ماضية تحدث في الجنادرية قال ونحن ندلف إلى عام 2000 نحن فخورون بأننا نتميز أو نحافظ على هويتنا الوطنية وقيمنا اليوم أيضا نحن في ألفية جديدة علينا أن نفتخر بهذه الهوية الخليجية علينا أن نعززها علينا أن نقويها علينا أن نمتنها هذه المجالس قادرة التعليم قادر استثمار الفرص والإعلام والسينما أنا أعتقد أنه لا شك قادر على أنه فعلا يحيي هذه الهوية الوطنية الخليجية وبالمناسبة هي أحد معززات ومكونات القوة عظيم طيب أخذك مرة ثانية لملف الإعلام نشهد جولة خليجية نشهد تقارب خليجي كبير قادة الدول في حالة من الوفاق والمحبة اللي واضحة للجميع الشعوب الخليجية أيضا في حالة من التقارب الكبير ما دور الإعلام الخليجي اليوم إذا كل ما يحدث على المشهد حقيقي الإعلام إما أن يكون حمالة الحطب وإما أن يكون المصلح والموفق فيما بينهم إذا كانت هناك لدينا رؤية إعلامية واضحة ربما نحتاج أو نتطلب الأمر وجود ميثاق شرف إعلامي خليجي موحد يوحد الرؤى يوحد السياسات يوحد المضامين ليس كل ما يعرف يقال هناك إشاعات كثيرة اليوم أصبحت وسائل الإعلام منتشرة كثيرة ربما افتتاح قناة إعلامية أسهل من افتتاح بقالة أو مركز تجاري صغير وبالتالي يجب أن نستثمر الإعلام كأنصر من عناصر القوة أن يكون إعلامنا لا يقل عن الدفاع الجوي ولا يقل عن القوات البرية وأن يكونوا موحدا مرة أخرى أرجع إلى كلامك لكل واحد إعلامها الخاص لكنها تتناغم في النهاية لا تتصادم لا تتعارض حرية الإعلام هي حرية مزعومة نحن ندرسها لطلابنا في القاعات فقط أما خارج القاعات والممارسة لا توجد أصلا حرية إعلامية يوجد إعلام محكوم بإرادة سياسية وبقرارات داخلية نحن نريد أن يتناغم هذا الإعلام لا أن يتصادم أن يتكامل فيما بينه طيب يعني هذه الرؤية الإعلامية كيف يمكن أن تتحد في مضمونها العام التفاصيل نحن نعرف خصوصية كل مكان لكن في مضمونها العام في رسالتها العامة الواحدة في الملفات المشتركة إعلاميا كيف يمكن أن تتوافق الرؤى تتوافق الرؤى أن لا أقدم ما أسيلك أن يقف عندي هناك حارس البوابة يسمى في الإعلام القيت كيبر هذا يقف يقطع أي خبر يمس السعودية قطر الإمارات أنا أوقف هذا الخبر إذا ورد خبر آخر أنا ممكن على طول أرد عليه هذا خبر معارض أن نكون مع بعض هذا سلاح يحميني ليس هناك مجرد سبق إعلامي ولا هناك تفاصيل بالمناسبة نحن تتجربنا خلال فترة معينة خلينا يكون مرضوما لما فتحته المجال نحن جربنا التراشق الإعلامي خلال فترة معينة ماذا استفدنا؟ استفد الآخرين الآخرين تاجر بقضايانا الآخرين تاجر بأوجاعنا الآخرين بدأ يضع الحطب وأصبح هو حمالة الحطب الآخرين بدأ يقدم نفسه على أنه خبير بالشأن الخليجي وما عمره يوم من الأيام طب الخليج ولا يعرف الخليج إذن علينا أن نكون اليوم رؤية واحدة نقدم إعلامنا بهويتنا بسياستنا التحريرية لكن بما لا يتصادم مع الآخرين بما لا يتعارض مع السياسة العامة لدولتنا جميل هذا على مستوى الرؤية الإعلامية الرسمية العالية لكن وأنت قريب من هذا الموضوع ما نستطيع اليوم أن نتجاهل فكرة الإعلام الجديد وحضوره وتأثيره حتى يعني أتحدث تحديدا ربما تويتر سناب شات يمكن من أكثر لماك المؤثرة خليجيا هذه كيف نستطيع أن نقدم لها جرعة تثقيفية أو توعوية أو يعني تنأى بأي حوارات يمكن أن لا تكون مفيدة مفرح ليس كل من سمم نفسه مفرح وعبد الله ووضع علم سعودي ولا أثر إماراتي ولا معلم قطري هذا يعني أنه من هذه البلاد هذه ساحة إعلامية مفتوحة للجميع يتخفى خلفها الكثير ويتخفى خلفها الكثير بسهولة نحن بحاجة إلى التربية الإعلامية نحن بحاجة إلى التربية الإعلامية الناقدة ليس كل ما يردني أعتبره صدق ليس كل ما يردني واسمه مفرح هذا مفرح سعودي لا ما هو سعودي من هو مفرح من هو عبد الله يجب أن يكون هذا الشخص معروف يجب أن تأخذ من مصدر معروف أيضا ذكر مصدر مطلع شهود عيان مصدر لا يحب أن يذكر اسمه هذه كلها أمور تعرف أن هذا الخبر يسمونه فيك نيوز يعني من الأخبار الكاذبة أو المضللة أيضا مرة أخرى يجب أن تكون عندك نقد يجب أن تتوقف نتوقف عن قضية أنشر تؤجر لا تنشر تؤجر وقف عندك لا تتداول أي خبر سيء عن المملكة عن قطاع البحرين عن أي دولة لا تنشره لا تسام في نشره اليوم سهل التخزين سهل التداول وبالتالي في ناس تصدق ترى أنه هذا جاء والله والله مفرح مفرح اسم معروف عنده متابعين كثير هل المتابعين هذولا كلهم فيك مرة ثانية اليوم نحن في الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يغرد لك مئات التغريدات يستطيع أن يركب لك مئات الصور والأصوات وبينها اليوم واحد صغير مغرد صغير بجهاز الجوال لا نحتاج مثل هالستوديو الكبير جدا المجهز بجهاز الجوال ببرامج بسيطة أن أركب صوتك وصورتي وصوت أحد ثاني ونتحدث في أمور ربما تثير الفتنة الله سبحانه وتعالى نهانا عن الفتنة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنابع فتبينوا علينا أن نتبين علينا أن نفعل المسئولية الاجتماعية فيما بيننا في هذا الصدد وفي هذا الجانب حتى نغلق نقطة الإعلام يعني رأينا الوفد الإعلام السعودي المرافق لزيارة ولي العهد التقى بالأخوة الإعلاميين في عمان وكان فيه تفاهم كبير بين وكالة الأنباء السعودي وبين وكالة الأنباء العمانية كيف تتوقع عن عكاس مثل هذه الاتفاقات الإعلامية وصحفية هذه مرة بشكل عام هي جيدة وهي اتفاق ربما يكون بين جهتين رسميتين ما منهم خوف نحن بحاجة اليوم إلى تفعيل من خلال ربما القمة القادمة أو غيرها قمة أخرى بين وزراء الإعلام المثاق الشرف الإعلامي الخليجي مثاق الشرف الإعلامي الخليجي البعض ينفذ من خلال هذا الباب لإثارة الفتنة مرة أخرى بعض الوسائل هي حمالة الحطة بإثارة الفتنة المثاق على ماذا يجب أن ينص ينص على خطوط عريضة لكن لك حريتك داخل هذا الإطار سياستك التحريرية لا أتعرض لها لكن الإطار الآم أن تحافظ على العلاقة الودية فيما بينك وبين دول الخليج إذا جاءت خبر عليك أن تسارع إما لنفيه أو تكذيبه أو لا تعرضه جميل وأنت معا أن يشمل هذا الميثاق الإعلامي كل القنوات الرسمية والخاصة لدول الخليجي بلا شك وحتى أكون أكثر دقة لا توجد وسائل رسمية خاصة هذه الوسائل الخاصة هي ممولة انظر إلى الممول من يمول هذه الوسائل هي بشكل أو بآخر ترتبط بدول الخليج علينا أن نكون مرة أخرى أكثر صراحة وإذا اليوم السياسة الخليجية اليوم اتجهت في هذا المسار الصحيح أنا أعتقد أنه يجب أن يتبعها الإعلام ألا يكون الإعلام هو المفرق بيننا نحن اليوم التأمنا على بعض نحن اليوم صفت النفوس نحن تقاربنا أكثر نحن نحلم أن ننتقل إلى التكامل الماضي مرميناه خلف ظهورنا لا أحد يعيد لنا يوم بعاث لا أحد يعيد لنا تلك الأيام السوداء نريد أن نفكر بالمستقبل نريد أن نفكر مع عراب هذه الرؤية كيف ننتقل بهذا الخليج بهذا الكيان إلى كيان سياسي كيان اقتصادي كيان آمن كيان مزدهر لنا ولأبنائنا بإذن الله طيب اليوم إذا قلنا سياسيا أنه ربما الملف الأكثر إقلاقا للخليج هو الملف الإيراني نكون صائبين في هذا التصور؟ نعم اليوم القاسم المشترك مفرح لمآسي المنطقة لو تفكر لمدة عشر ثواني تجدها إيران إيران في العراق إيران في سوريا إيران في لبنان إيران في اليمن إيران اليوم موجودة في دول الخليج إذن هي القاسم المشترك في معاسينا نحن كنا قبل عام 79 المنطقة كانت هادئة كانت هادئة لا نعرف جماعة إرهابية ولا نشر طائفية ولا تفرقة ولا كل شيء ما وجد اليوم ما أسس مجلس التعاون الخليجي إلا لمواجهة الخطر الإيراني طيب هذا الخطر الإيراني كيف يمكن أن يصد اليوم على كل الأصعدة سواء السياسية أو غيرها أولا مثل هي السياسة الخليجية التي لا تنزع دائما إلى القوة القوة تضعها هي الخيار الأخير ولذلك اليوم هناك بعض التفاهمات هناك بعض الزيارات من قبل دولة الإمارات إلى إيران هناك بعض اللقاءات السعودية وتحدث سمو وزير الخارجية لما التقى وزير الخارجية الإيراني في فينة عفوا في الأمم المتحدة عن بعض الأمور التفاهمات لا شك أنها تفاهمات جيدة هذه ولا يوجد شيء ما يمكن أن نتفاهم حوله اليوم إيران لو تفكر بس بطريقة عملية أن أكلاف السلام أقل بكثير عليها من أكلاف الحرب والخصام والعداء إيران لا تستطيع أن تزيحنا من الجغرافيا ولا تخرجنا من التاريخ نحن لا نستطيع إخراج إيران لا من الجغرافيا أو من التاريخ نحن مجبرين على العيش في هذه المنطقة لو استثمرت إيران معنا هذه المنطقة التي حولناها إلى واحة علم إيران تمتلك جامعات تمتلك عقول تمتلك فنون تستطيع أن تحولها لكن المشكلة اليوم إيران لا يمكن أن تصل لهذه المرحلة وهي تؤمن بهذه الإديولوجيا لا تؤمن يجب أن تتخلى عن عقيدة الخميني عقيدة القبيل جعلت إيران اليوم في عزلة دولية في وصف لا يليق بدولة تتطلع إلى المستقبل عندها تسعين مليون ولديها حضارة حتى إيران من الداخل تعاني لا شك نتحدث عن الجميع حتى من الداخل هذه الحضارة الكبيرة حضارة الفنون والموسيقى والأداب والرسم وغيرها يعني الحقيقة المجموعة السياسية التي حضرت كلها ألغت هذه الحضارة وهذه الفنون وهذا التاريخ الكبير لإيران إيران تمتلك عقول تقنية لكنها هربت هاجرت إلى الخارج إيران متى ما وضعت يدها في يد الخليج لا الخليج ولا إيران محتاجين إلى قوة أجنبية تحرس المنطقة أو تتدخل فيما بيننا أو نتسابق في السلاح أو فعلا نتسابق في الإعلام في أينا يضر بالآخر طيب كيف نربط اليوم وانت قلت في بداية حديثك أشرت إلى هذه النقطة بين هذه الجولة الخليجية وبين القمة القادمة التي ستعقد القمة القادمة حتى لا تكون اعتيادية بروتوكولية يأتي القادة ولديهم جدول الأعمال والتوصيات والختام الأمير محمد استبقى هذه القمة في محاولة لألا تخرج القمة لمحاولة تخرج القمة عن كونها اعتيادية إلى كونها قمة أخرى مثالية نموذجية تنقل الرؤى توحد الرؤى بشكل أصح تنقل التطلعات إلى الواقع لا يجب أن يكون هناك فقط البيان الختامي وحضور بروتوكولي لزعماء دول الخليج يجب أن يكون هناك أعمال على أرض الواقع فعلا أن تكون 42 هذه هي فعلا المنعطف الذي قاد دول مجلس التعاون إلى تحقيق حلم الأباء المؤسسين أن ننتقل للتكامل اليوم ما حدث في المنطقة من الانعطاف الأمريكي شرقا من السلاح النووي الإيراني من المصائب الموجودة حول المنطقة من ما حدث أيضا من خلافات داخل مجلس التعاون كل هذه تدفعنا اليوم المناسبة التقارب التركي أو سعي للتقارب مع المنطقة لن أطيل عليك كل هذه تدفعنا اليوم لأن نؤسس كيانا خليجيا جديدا أن يؤسس إلى مرحلة بإذن الله أربعينية قادمة جميل إذا أردنا أن نختم بالعادة سميها لضيوف تغريدات صوتية بأخذ منك ثلاث تغريدات صوتية سريعة الأولى إلى القادة الخليجيين كلهم ما تغريدة الفخر والاعتزاز التي تقولها في هذه الجولة الخليجية نحن جميعنا نفخر بهؤلاء القادة نرى فيهم بإذن الله قادة الأمل والمستقبل نعلق عليهم الكثير من الآمال ونحن بإذن الله متشوقون بل متطلعون لما تتمخض عنه إن شاء الله الدورة الثانية والاربعين عن قرارات غير مسبوقة وغير واستثنائية الرسالة الثانية إلى الشعوب الخليجية الشعوب الخليجية قدركم واحد مصيركم واحد هذا ليس باختيارنا نحن في مركب واحد يجب أن لا يفرقنا دخيل يجب أن لا يفرقنا إعلام أين كان هذا الإعلام أين كانت مسمياته أين كانت شعاراته إلى الإعلام الخليجي الإعلام الخليجي اتقوا الله في شعوبكم الدكتور عبدالله شكرا جزيلا لك وليحضرك معنا في أهله شكرا لكم شكرا للدكتور عبدالله العساف سنستمر معكم في أهله في متابعة تفاصيل الجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في كل حلقاتنا القادمة إن شاء الله فخرا بما يقدمه هذا الرجل وبما ستنتج عن هذه الجولة التي بدأت كثير من آثارها ونتائجها تظهر بعد الزيارة الأولى لعمان بعد هذا الفاصل أمكمل معكم بيانا